ولو رجعنا بقى للمطشات مرة تانية يعني برضو بمناسبة للمطشات لأ مبارح برضو كان فيه مطشة عجبني جدا منتكلم عن المغرب وملاوي أنا أعتقد يعني من وجهة نظري أن بجد المغرب كانت أقوى فريق أو لحد الوقت أقوى فريق في البطولة يعني عندهم تناصق كان كبير جدا لو حضرتكم أكيد تابعتوا وتقارب لو هنتكلم برضو في الخطوط بين الجميع يعني ما فيش لعب فردي لا فعلا يعني رغم يمكن أن هم اتأخروا شوية بالهدف أمام ملاوي لكن نجح يوسف النصيري ونجم إشبيليا الأسباني أن هو يسجل بقى التعادل في نهاية الشوت الأول وبعده يسجل بقى أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الهدف الثاني ده كان في الديئة سبعين تحديدا من عمر المباراة عشان نقول بقى خلاص أن تتأهل المغرب لدور الثمانية وبتنتظر أكيد الكاثبان من مصر وكادفوار وإن شاء الله يبقى ديربي عربي كبير جدا ده اللي احنا بنا تمنى يكون بين مصر والمغرب بس يعني زي ما بيتقال لعدل نهار ده ترجمة نانسي قنقر